كل شيء اختلف هنا في رمضان هذا العام كورونا قلب طقوسه وعاداته وتقاليده أعلن موعد الإفطار يتناول أحمد العريقي وعائلته الصغيرة طعامهم محيدين خفت الضجيج في هذا المنزل وخفت معه صوت الفرح بعد أن غاب عن هذه المائدة الرمضانية بقية أفراد العائلة الكبيرة تفاديا لمرض كورونا المنتشر وعملا بتوصيات تلقيهات الصحية على مستوى الوطن ومستوى الوطن العربي ومستوى العالم لأن نتجنب الاختلاط كثيرا فالآن نتناول أفطارنا مقرد فقط أنا وأسرتي فقط لا سمر في زمن الوباء هو التزام بالحجر المنزلي الاختياري إذن يحاول أن يقضيه أحمد بين الاستماع للمذياع تارة إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء والتواصل مع الأهل القريبين منه في صنعاء والبعيدين عنه بأمر كورونا تارة أخرى والله سامحنا ما قدرت نزورك هذا اليوم أن تتعرف كايحة كورونا وأن يلتزم بالتعليمات لا مش أي مشكلة أو سامحنا إن شاء الله يطرقنا الباري إن شاء الله على البلاد والعباد رماد أخضر ضره هذا الوباء على العيون لكنها فرصة اتخذها أحمد العريقي للتفرغ للتأليف لقصص وروايات ودواوين قد يتجاوز عددها تلك التي أصدرها قبل أن يداهم فيروس كورونا العالم رغم خلو اليمن من إصابات بفيروس كورونا بحسب المصادر الرسمية إلا أن الخوف استبد بالكثيرين خلال شهر رمضان ومنهم من تغير ترتيب يومه وانشغالاته بشكل كلي ليس وفق رغباته بل تبعا لما يمليه الخوف من الإصابة بالوباء نبيل الإيسوفي العربي صنع